أنا حكتم مهمين جداً عايز أتكلم فيهم ماتش كودفور في دولة الست عشر والماتشين بتوع السنغال الأول هنلاعب كودفور واتعاملت بعض الكوميكس وبعض البتاع أنا واحد من الناس اللي دايماً لما باجأتكلم ممكن أنتقد أنتقد شكل فني أنتقد كذا أنتقد كذا ولكن دائماً بتجدوا هذا البرنامج وكل هذه القناة والنادي كل العالم كل الناس في مصر هنا يجب أن تقف خلف المتخبن الوطني يجب أن تقف خلف المتخبن الوطني والكلام ده أنا مش بقوله معنى كده أن أنا ما انتقدش لا أنتقد وأقول لكن في النهاية أنا بنتقد عشان أقف وراء منتخبن الوطني مش بنتقد لأن أنا بدحك على الناس زي ما سمعتوا الحقيقة برضو اليومين ثلاثة اللي فاتوا الواحد سمع كلام كتير جداً فيما يخص هذا الأمر إن الناس والحقيقة تصدى لموضوع الكوميكس والترياءة اللي بيترياءها البعض في بعض النجوم الكبار تصدوا لهذا الأمر وأنا الحقيقة بحاول إن أنا تصدى للأمر ده بقى لنا ثلاثة أربع أسابيع تحديداً إن يا جماعة ما ينفعش ومصر دي ما تقدرش تكسب كودفوار أقدر أكسب كودفوار وأقدر أكسب السنغال وأقدر أعمل أصل لكاس العالم وأقدر أخذ البطولة دي أي وأقدر بمجموعة اللعيبة دي أيوة بمجموعة اللعيبة دي بكارلوس كيروش بكارلوس كيروش بس يبقى يعني النهاردة قبل ما أخش وأنا بقرأ سمعت إنه هو أو قرأت خبرين ثلاثة بيقول إنه هو بيوفكر فيه إنه هو يلعب أحمد سيد زيزو أيوة هو ده الكلام يلعب أحمد سيد زيزو يا أخي إسلامي أنت تتكلم عن أحمد سيد زيزو بتاع الزمالك أي بتاع مصر مش بتاع الزمالك ولا أهلي ما بفكرش في هذا الأمر دلوقتي ولكن أنا بفكر في مصر في بلدي المباراة اللي جاية يوم الأربعة مين اللي يكسب أنا عايز مصر تصل لدور التماني هل نقدر؟ نقدر منتخب الإفواري منتخب قوي منتخب سريع منتخب عنده ولكن عنده نقاط ضعف هنسمحها النهاردة نقاط ضعف واضحة جدا لكل الناس فليه لا يعني نكسب منتخب الكودفور وأنا بقول لحضراتكم إن شاء الله ربنا كرمنا وقدرنا نكسب لإنه خلي بالكم إكل يعني تعادل ما بين مصر وكودفور خمسين خمسين ما تقدرش تقول مين ستين ومين أربعين لا تقدر تقول خمسين خمسين إن منتخبنا عندك أفضل لقيف في العالم عندك مجموعة رائعة من اللاعبين يجرب يلعب بالعيبة تانية مثلا غير عمر مرموش ممكن يلعب بتريزيجي يلعب برمضان صبح يلعب بأي حد تاني غير مرموش اللي بقاله تلت مطشط بيلعب وما لم يؤدي بشكل جيد أحمد سيد زيزو اللي احنا كل مصر بتطالب به كل مصر بتطالب إن هو يبقى موجود في المباراة اللي جاي يلعب المباراة اللي جاي لو لعب كده ولعب حمدي وبالسلية هتبقى الأمور أفضل بكتير جدا من الشكل اللي احنا شايفينه لكن في النهاية هو اللي بيقرر وهو اللي بيكسب بالمناسبة ووصلنا لدور الستاشر مع إنه ده الطبيعي فمنتخب مصر قادر على إنه نكسب كودفور الهزار والضحك وإن واحد يطلع يتريق على منتخبنا الوطني بشكل أو بآخر احنا لا نقبل بهذا الشكل لكن انتقد زي ما انت عايز انتقد إنه عم احنا تعبنا من المدير الفني وقلنا إنه هو لازم يلعب بكذا انتقد الأداء الفني اللي في الملعب اللي قدامك في الملعب لكن إن انت تقول أو تتكلم أو تضحك زي ما بيقولوا حبيبنا بتضحك الناس على فريقك أو على جهازك لا يصح هذا الكلام برضو لكن انتقد انتقد وبشدة زي ما انت عايزك انتقد فني هو ده الكلام اللي احنا عايزينه حلعب السنغال الناس قالت لك السنغال أيوا حلعب السنغال وورا حكسة بالسنغال في السنغال كمان أنت متفائل أيوا أنا متفائل وحفضل وورا فريقي ومش حبعد عن فريقي وحفضل أشجع فريق متخب بلدي لأنه في النهاية أنا نفسي شوف متخب بلدي في كاس العالم اثنين واربعة وعشرين ولا تلاتة وعشرين في قطر مصر حتلعب السنغال محمد صلاح وساد يوماني دي الصورة اللي أمام حضرتك هل حنقدر نكسب؟ أيوا حنقدر نكسب إيه يعني اللي يمنع منتخبنا الوطني من أنه ما يكسبش واحد من أفضل حراس المرمى في أفريقيا مش كلامي ده كلامي فيه الكاف اللي اختار محمد الشناوي كأفضل حارس مرمى في دور المجموعات يا عم الكاف ده أهلاوي أصله الكاف ده أصله بيشجع الأهلي أو والله فيه ناس بتقولي كده أقسم بالله يعني وعبر السلاحي حسن أستست بالمناسبة يعني لكن فيه ناس تقولك كيف يا عم دول بيشجع أصلي دول لسه عايشين في أيام الكلام اللي كان بيتقال في موضوع نادي القرن ومصطفى مراتف الكلام اللي حضراتكم عارفينه ده اللي هو بيكرر كل مرة يقول لك يا عم أهلاوي إيه بس أجاب الله بجد الواحد تعب وزهقنا من الرد ده ما بنحبش نرد على الكلام ده يعني لكن ماشي قد الشيناوي اللي بيقول لك أه عادي وقابته challenge مش أنا اللي بقول الكاف اللي بيقول اللي هو أفضل واحد أفضل حارس فيه دور المجموعات إن شاء الله يبثأ الأفضل فاللي جايه وفي اللي بعد وفي اللي بعد إن شاء الله يبثأ أفضل حارس فيه كاسي العالم للانديا إن شاء الله لما يروح يلعب إن شاء الله يعني لو ليه نصيد وليه لا ما يبقاش أفضل حرس في العالم ليه لا إحنا كأهلوية بنقدر عايزين ليه لا أفضل نادي في العالم ليه لا إحنا 24 وريال مدريد 26 ربنا يكرمنا بالبطولة اللي جاية ونشوف إيه اللي هيحصل إحنا 24 وريال مدريد 26 إنت أيها بقول ريال مدريد هو ده اللي إحنا بنتكلم عنه هنتكلم عن مين بعيد الباقي بعيد قوي هو ريال مدريد اللي فوقينا 26 وإحنا 24 بطولة هنتقدر آه هقدر وحاول عدي ريال مدينة وحاول أكسب البطولات اللي جاية إن شاء الله ليه لا هو ده النادي الأهلي مثلا وإحنا بنتكلم ولكن على الجانب الآخر منتخبنا هنقدر إن شاء الله نكسب آه هنقدر نكسب مش بالدراع ولا بالكلام الكتير ولا بالشعارات ولا بالكلام ده كله إطلاقا إحنا عندنا منتخب قوي جدا فيه واحد من أحسن لعبة العالم أحسن ثلاث لعبة في العالم عندنا منتخب قوي دفاع قوي خط حرس مرمى قوي خط وسط قوي تقدر تقدر تعدي وتقدر تكسب أي منتخب لا مش تقدر تكسب يعني إكوال 50-50 مع كل المنتخبات اللي هم أعلى منك يعني أعلى منك في التصنيف والسنغال أعلى منك في التصنيف فلا أنت أكل مع السنغال وأكل مع كودفور متعادل في 50-50 فمن فضل حضراتكم مش عايزين النغمة التشاؤمية بالعكس عجبني جدا على الرغم من أنه هو زعى لناس لكن أنا عجبني جدا حافيز الدراجي موسيقى